وعندما نتحدث عن بناء الدول فالدول تبنى أولاً بالوعي ثم بالعلم بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يبنى ملك على جهل وإقلاله أروني أمة أروني أمة بلغت مناها بغير العلم والسيف اليماني العلم والقوة والشجاعة والبسالة ومن العلم أيضاً ومن أهم ما نحتاج إلي من العلم في هذا التوقيت جهود العلماء والمفكئين والمسقفين كما نبهنا سيدنا حصول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين فنحن ما بين مبطل منتحل يضيف إلى سنة رسول الله ما ليس منها وما بين جاهل لا يحسن التأويل وما بين غال يحرف النصوص عن قصر كما تفعل الجماعات الضالة الأرهابية لتضل الناس عن دين الله إفطاء على الله واسوله